أطلق تحالف الوطني للعمل الأهلية التنموية قفلت ستر وعفيا 2 بمركز كافرشبين بمحافظة القليوبية وذلك بمشاركة 13 مؤسسة من مؤسسة المجتمع المدني القافلة استهدفت تقديم خدمات لنحو 10 ألاف مستفيد وذلك من خلال تنفيذ حزمة متنوعة من المبادرات الاجتماعية بهدف تخفيف العب عن كهل المواطنين الأولى برعاية تنوعت الخدمات المقدمة بالمجان للمواطنين بالإضافة إلى تقديم قوافل صحية تهدف إلى تحسين جودة الخدمات الصحية والعلاجية وتوفيرها بشكل مجاني للأسر الأولى برعاية يأتي تنفيذ قوافل ستر وعفيا وفقا لخطة الحماية الاجتماعية الخاصة بالتحالف الوطني والتي تم وضعها لتقديم الدعم الشامل للأسر الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية بهدف تخفيف حدة الأثار السلبية للأزمة الاقتصادية العالمية والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في كل المجالات وتوطينها بأجهزة الدولة المختلفة بما يتمشى مع رؤية مصر 2030 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر